إذن حلقتنا هذه تتألف من ورقتين الورقة الأولى عنوانها الثالث والعشرون من شهر محرم لسنة السابعة والعشرين بعد الأربعمائة والألف من التاريخ الهجري تفجير سامرة أثلاث وعشرين محرم ألف وأربعمائة وسبعة وعشرين هجري قمري في صبيحتي ذلك اليوم وفي الساعات الأولى من نهاره حدث الانفجار لقد فجر النواصب لعنة الله عليهم بناء حرم العسكريين وبناء سرداب الغيبة الشريف لقد هدموا بناء حرم العسكريين وهدموا بناء سرداب الغيبة الشريف موضوع لا أريد أن ألج كواليسه فهذا الموضوع بحاجة إلى وقت طويل إذا ما سنحت لي فرصة في قادم الأيام فإنني سأفتح هذا الملف وسألج كواليسه وبجرأة كاملة مثل ما فعلت مع متزرة سبايكر واقعة حتى لو قلت عنها من أنها مهمة جدا جدا فإن الكلام سيكون متواضعا مع عظم تلك الواقع أترك أمرها لأن شأنها معقد ولن يكون الكلام دقيقا ما لم ألج إلى الكواليس كي أخرج وكي أظهر لكم ماذا تخفي تلك الكواليس موضوعان خطيران جدا الأول عقائدي والآخر سياسي الأول تفجير سامر والثاني دخول داعش إلى الموصل موضوعان خطيران جدا وأحتاج أن ألج الكواليس لبيان الحقيقة كي أضعها بين أيديكم إذا وجدت فرصة سانحة لذلك فإني سأبادر لطرح هذين الموضوعين على أي حال كما قلت حلقتنا هذه تتألف من ورقتين الورقة الأولى عنوانها 23 محرم 1427 هجري قمري تفجير سامر لن أتحدث في الجانب السياسي أو في الجانب الاجتماعي لن أتناول القضية في بعدها التعريخي ولا حتى في بعدها العقائدي وإنما سأحدثكم في جهة أخرى هي أكثر أهمية وأكثر ضرورة من الحديث عن تفجير سامر لأنها هي السبب هي السبب هي السبب وهنا أضع دائرة حمراء أرسمها حول هذه الكلمة هي السبب لا أريد أن أقف عند هذه الكلمة لأنني سأترك هذا إلى قادم الأيام أحدثكم في ساعة هذه عما هو أخطر من تهديم بناء حرم العسكريين ومن تهديم بناء سرداب الغيبة الشريف إنه تهديم البناء العقائدي في العقل الشيعي في الوجدان الشيعي وهذا سبق تفجير سامراء بقرون وقرون منذ أن افتتح الطوسي حوزة النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حيث بدأ العمل الجاد لتهديم البناء العقائدي الشيعي الأصيل لا أتحدث عن دين مراجع الشيعة لا شأن لي بهم لا أتحدث عن الدين الطوسي النجفي لا شأن لي بهذا الدين أنني أتحدث عن دين محمد وآل محمد الذي جاء في قرآنهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير الطوسي وأتباع الطوسي أنني أتحدث عن دين محمد وآل محمد الذي بينت حقائقه ومعارفه في مضامين الزيارات الشريفة والأدعية والمناجيات إنني أتحدث عن ديني محمد وآل محمد الذي حدثنا عنه محمد وآل محمد في الكافي الشريف وأمثاله من كتب حديثنا المعصوم الذي وردنا عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة بالذات لأنني سأحدثكم عنها كثيرا في قادم الحلقات أعود إلى النقطة التي أشرت إليها قبل قليل تهديم البناء العقائدي الشيعي في العقل الشيعي في الوجدان الشيعي هو الإتيان بقذارات النواصب بديلا عن العقيدة التي يريدها منا إمام زماننا صلوات الله وسلامه علي سأقرب لكم الصورة من خلال واقعنا الذي نعايشه وعايشناه مع أن القضية بدأت منذ ذلك اليوم حينما أسس الطوسي حوزة النجف ترجمة نانسي قنقر